ما بين منزلها هذا وأماكن عملها المختلفة مسافة عمل شاق يقدر بتسعة عشر عاما هي المدة الكاملة لعمل بدور البعدان ببيع المواد المنزلية مصدر دخلها اليومي بدأت بخمسة ألف ريال وبدأت اشتريت شوية على شوية على شوية لما اتطورت فنس شجعني النساء للنساء تمام والحمد لله بدور تجمعها علاقة خاصة مع هذه السيارة فهي المعينة الوحيدة لها حين تقودها للعزل والحارات وحتى القرى في داخل وضواحي محافظة ذمار لبيع أدواتها المنزلية الشعبية في أغلبها احتاجت بدور للعمل طويلا في سبيل تحقيق اكتفائها الذاتي عندما تتحصل على عائد كفيل بمواجهة ظروف الحياة بعدها وفرت وفعلت جمعها واشتريت السيارة والحمد لله ويلاضفنا الله وكل شيء أسبر لحين أنا بتواجه صعوبات من أزمة البترو لم تكن رحلة بدور في عالم المشاريع الصغيرة سهلة كان عليها أن تقنع الكثير من النساء للشراء منها وهذا ما حدث بالفعل عبر سنوات طويلة فاليوم تقبل عليها النسوة من مختلف المناطق بعد أن بلغت شهرتها الآفاق والسبب الآخر هو تقديرها لظروفهن الصعبة وبيع بعض أدواتها بالدين لحين قدرتهن على الدفع نحن بنشجع المشاريع هذه وأنا بنشجع هذا مثل للمرأة المكافحة والإنسانة التكبرة في هذه الحياة خصوصا في هذه الصعوبات وأحيانا بتوفر علينا جهد أن ننزل للسوق بدل ما ننزل للسوق هي بتمر علينا في المناطق في ذمار في القرى للبيوت بناخذ منها أحيانا بتساعدنا بالآجل أو بالفلوس عادي تبحث بدور بين هذه الوجوه المختلفة عن رزقها ولا تنسى تلك المعاناة المشتركة التي تجمع بينها وبين هؤلاء التي قدمنا للشراء منها لكنها تسعى لتطوير العمل الذي أسسته قبل عوام طويلة لواصل مدها بسبيل للعيش في عالم شكلته هي بكفاحها الاستثنائي والمستمر